يعني أنت مثلا من أصل سعيدي في أجازة مفتوحة لعبت عبد الرحيم السعيدي يعني عبد الرحيم وعملت ألبان على السوشي الميديا الحمد لله كلمنا يعني كان رد الفعل ده أنت كنت متوقع ولا لا والله يعني الحمد لله ده ربنا جبارني وبشكر طبعا الأستاذ محمد حمائي المخرج لأنه هو أداني مسؤولية كبيرة كانت أول مرة لا مش أول مرة تعمل سعيدي أنت بتعمل كتير سعيدي لا ما عملتش سعيدي قبل كده كنت أعمل في السياد فلاح عملت حاجات تانية بس سيف حتة من الأمر ليه بيقارنوه يعني أو مين اللي كان أصعب بالنسبة لك ده كان اختبار كبير ليه بقى احنا كنا بنعرض أجازة مفتوحة وفي أواخرها وبنصور حتة من الأمر فحيتعرض حتة من الأمر مع أجازة مفتوحة فأنا كان لازم يبقى فيه اختلاف تام فيصل ما بين الاثنين لأن أنا حتشاف هنا وحتشاف هنا لازم أكون هنا وهنا مختلف عندها وده بيعمل لودة على المماثلين جداً وأنا كنت متوتر جداً وأستاذ محمد حماقي طبعاً يعني كان معايا يقول لي لا ما تقلقاش أنا عارف أنك حتطلعه بشكل مختلف وكنا دايماً أبديت على الحاجات إن احنا نبعد عن ده مسلسل أجازة مفتوحة كمان كان وش خير قوي علي لأن أنا كنت في الفترة دي كنت مقرر إن أنا سافر بقى برا مصر ومش هقعد هنا وحاعد بقى روك نجالك في وقت وقت أنت محبط فيه جداً طيب إنا أنا من شوية عمالة وأنت بتكلم هنا أنا كان الفيديو قدامي عمالة تفرج عليه والتمرينات اللي أنت بتعملها ما عاربش ليه جيف زيني أنت لازم تعمل أكشن يا رب أنت عايز تعمل أكشن؟ ده أكيد ده كده جداً أكيد طبعاً يعني بدايتك مع ساقة وبعد كده دلوقتي أكشن وتمرينات ورايح بطلتين وفو أعتقد أن دي لسه نعد شاف الكلام هتكون محطة